كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استسمع العقلك بهالفيديو راح نحكي عن البيتكوين شو هي أهم السيناريوهات وشو هي المناطق يلي لازم تركز عليها أيضا تصريحات جدا خطيرة من دونالد ترامب أيضا تصريحات إيجابية جدا من مايكل سيلر أكبر مخزن للبيتكوين كل هذا راح نستعرضه بهالفيديو أيضا خبر مهم بعد 8 أيام لازم يكون عندك علم فيه وتكون مستعد لأله كل هذا راح نحكي عليه بهالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أيضا تركنا تعليق على هالفيديو ممكن تكون أحد الرابحين مسابقاتنا اليومية خلينا نتقل للتفاصيل البيتكوين أصدقاء بعد آخر فيديو للآن ما صارت أي حركة تذكر لحد الآن محترم البيتكوين للمنطقة العرضية مع وصولنا لهالمنطقة إذا بتتذكروا بتقدر ترجع للفيديوهات حكيت لكم هالمنطقة هاي قوية جدا ما بتوقع نكسرها من أول مرة وبالفعل مرة مرتين ثلاثة أربعة حاليا المرة الخامسة لحد الآن ما قدرنا نكسر هالمستوى هذا مثل ما حكينا بالسابق مستوى جدا مهم مقاومة جدا مهمة للبيتكوين المقاومة هاي كسرة راح يعطينا مزيد من الزخم راح نحكي هلأ عن السيناريوهات يلي لازم نراقبها بعد 8 أيام أصدقاء عنا تقرير التضخم بأمريكا معدل تضخم الأسواق كلها منتظرة هالتقرير هادها حركة قوية بالبيتكوين قبل ما يصدر هالتقرير النتيجة السابقة كانت ستة نتمنى أنه تكون أقل من ستة لكن ارتفاع النفط هذا يلي ممكن يأثر بالسلبة على النسبة هاي لكن إذا كانت النسبة أقل من ستة راح نشوف انفجار بالأسواق للشهر الرابع على التوالي التصريحات خطيرة جدا من دونالد ترامب بيقول هو أنه ممكن الدولار ما يكون الخيار المناسب لاحتياطي أغلب دول العالم وأنه الدولار في طريقه للانهيار وأنه هاي أسوأ أزمة بيمر فيها الدولار من 200 سنة مثل ما شفنا كتير من الدول عبتشكل تحالفات ضد الدولار حتى السعودية عبتقبال الدفع لبيع النفط الخاص فيها بعملة غير الدولار وهذا أمر سلبي جدا على الدولار وصفعة قوية عبتتلقاها أمريكا مايكل سيلر بيقول هو البيتكوين بيتمنى أنه يكون هو الاحتياطي داعم للدولار طبعا هذا الأمر أنا بتوقع شبه خيالي أنه الموضوع هذا يصير لكن مجرد التخيل رح يكون أمر إيجابي جدا أمر رائع جدا مجرد التخيل اللي احنا محبين البيتكوين لكن الموضوع هذا بتوقع أنا شبه خيالي انه يكون البيتكوين هو اللي داعم للدولار لكن اللي احنا محبين البيتكوين نفرح جدا بهيك تصريحات طبعا مايكل سيلر أعلن بوقت سابق عن شراءه مزيد من البيتكوين أصبح مايكل سيلر بيمتلك أكتر من 140 ألف حبة بيتكوين يعني بين كل 150 حبة بيتكوين أصبح هو بيمتلك حبة بيتكوين وهذا أمر جدا قوي للبيتكوين نتمنى يزيد التبني أكتر خلينا نشوف السيناريوهات يلي لازم تركز عليها السيناريوهات اللي لازم نركز عليها أولا بعد ما شفنا كسر على فريم الأربع ساعات هذا النموذج يلي خبرتكن لازم نراقبه على الأربع ساعات شفنا هبوط للهدف الأول لمستويات 17200 كنت أنا واضع هدف ثاني عند مستويات 16500 للأسف ما وصل للهدف الثاني اكتفى بالهدف الأول بعدها عم نشوف إعادة محاولة لاختراق هالنموذج بحسب مظاهر عنكم بالصورة إذا تم اختراق هالنموذج رح يستمر الصعود لمناطق الـ 31000 في حال كسرنا هالنموذج أما النموذج الثاني أيضا بحسب الصورة يلي ظاهرة عنكم حاليا بحسب وايكوف بعد ما اختبرنا المستوى هذا مرة مرتين ممكن ننزل لتحت نعمله كسر كازب في هالمنطقة بعدها نعيد الصعود لأعلى المستوى بعدها نأكده كدعم وبعدها يصير الصعود لكسر مستويات الـ 29000 لكن الأمر يلي لازم تاخده بعين الاعتبار أنه الفوليوم الحالي فوليوم ضعيف للكسر إذا بتلاحظ الفوليوم الحالي فوليوم ضعيف للكسر لحني بحاجة لفوليوم قوي لحتى نكسر مستويات الـ 28500 وأنا ميال لهالسيناريو هذا كسر كازب لهالمنطقة منطقة الـ 26500 ممكن نوصل لمناطق الـ 25200 أمر طبيعي جدا بعدها نرجع نستعيد هالمستوى هذا ونرجع نختبر مناطق 29000 ونحاول كسره إذا أنا ميال لهالسيناريو هذا بما أنه الفوليوم عنه ضعيف لكن أنا ما رح أنسه في السيناريو الثاني يلي ممكن يصير اختراق في المناطق الحالية بعدها الصعود الفوليوم ممكن يدخل بأي وقت لكن يلي عم بحكي أنا بالوقت الحالي فوليوم ضعيف وغير مؤهل لكسر مناطق 29000 ممكن نبدأ تصحيح الأمر الإيجابي يلي شفناه بالساعات الماضية انخفاض استحواز البتكوين المنطقة هاي يلي خبرتكن لازم نراقبة بالفعل شفنا أول شمعة أول شمعة انعكاسية وهذا يلي نعكس على سعر الإثيريوم يعني إذا منشوف سعر الإثيريوم على فريم اليوم حقق أداء ممتاز جدا مقارنة بأداء البيتكوين البيتكوين متأخر لإثيريوم صعد هذا بسبب نزول استحواز البيتكوين يعني تقريبا البيتكوين بهالمناطق إذا منشوف شارت البيتكوين لحد الآن ما استطاع الخروج من هالمنطقة أما الإيثيريوم استطاع الخروج من هذه المنطقة طبعا منطقة 1950 منطقة جيدة لبداية جني الأرباح المنطقة هي تمتد من 1950 لل2150 منطقة جدا قوية لازم تاخد حذرك بتبدأ بجني الأرباح من بداية المنطقة إلى نهاية المنطقة طبعا التعزيز والدخول بيبدأ من مناطق 1720 هيك وصل نهاية الفيديو بتمنين العجاء لكم خلينا نتقل للفيديو الماضي حتى نعلن اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقاء يلي رح نعمل عليه السحب رح ناخد رابط الفيديو بعدها نتوجه لموقعنا اللي بناخد منه التعليقات بشكل عشوائي رح نحط الرابط هوني نشير التعليقات المتكررة بعدها نشوف كم تعليق كانوا نشارك معنا بالفيديو عنا تقريبا 142 تعليق خلينا نقول بسم الله ونبدأ سحب وناخد اسم الرابح معنا اذا اصدقاء اسم الرابح معنا نظاهر انه احدى النصابين احدى البوتات يلي بتنزل تعليقات بتمنى منكم تاخدوا حذر خلينا ناخد اسم رابح تاني خلينا نرجع نحل الكاباتشا وناخد اسم رابح تاني معنا ضمن الفيديو مهم جدا تاخد حذرك من الاشخاص يلي بيعلقوا سواء باسمي او بيعلقوا لك اي تعليق خلينا هذا هو اسم الرابح بتمنى يتواصل معي حتى يستلم جازته الى اللقاء